اشتركوا في القناة وقد رحب سموه بالمشاركين في المنتدى العشرين متمنيا لأعمال حوار المنامى الفين واربعة وعشرين كل التوفيق والنجاح في الوصول إلى رؤى ومبادرات تعزز الأمن الإقليمي والدولي وأكد صاحب السمو الملكي وللعهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء أهمية تعزيز دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم من خلال مواصلة العمل والتنسيق المشترك على كافة الصعود لمواجهة التحديات والوصول إلى حلول مستدامة تعود بالخير على الجميع مشيرا إلى أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه حريصة على مواصلة جهودها الداعمة لمختلف المساعي التي ترفض مسارات الأمن والسلام والنماء تحقيقا لتطلعات المشتركة وأشار سمه إلى أن الأمن يشكل الركيزة الأساسية التي تقوم عليها التنمية المستدامة وهو الهدف الذي يسعى إليه المجتمع الدولي عبر تعزيز الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي موضحا سمه أن تحقيق الأمن يهيئ البيئة المثالية لدفع عجلة التنمية في مختلف دول العالم وأكد سمه أهمية الشراكات الاستراتيجية التي تصب في تعزيز الأمن الدولي وتكريس السلام في العالم لفتا إلى دور الملتقيات الدولية في تبادل الرؤى والأفكار حيال التطورات الإقليمية والدولية وإسهامها في دعم الجهود المختلفة نحو تعزيز الأمن والسلام والدفع بوتيرة التنمية نحو أفاق أكثر شمولا تعود بالخير والنفع على الجميع وقال سمه أن حوار المنامة نجح في مسيرته الممتدة لعشرين عاما في أن يكون منبرا دوليا لمناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة بالأمن والسلام الدوليين مما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل متواصل وفعال لفتا سمه إلى أن المشاركة الدولية الرفيعة في حوار المنامة تؤكد أهميته في طرح رؤى استراتيجية وجهة نظر مبتكرة تعنى بحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي وتجسيد مفهوم الأمن باعتباره دعامة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة مضيفا سمه أن هذه المشاركة الواسعة تعكس كذلك التزام الدول المشاركة بترسيخ الأمن كضرورة محورية للنهوض بمسارات التنمية في المنطقة والعالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وقد ألقى سعادة الدكتور عبداللطيف براشد الزياني وزير الخارجية الكلمة الافتتاحية للمنتدى العشرين للأمن الإقليمي حوار المنامة 2024 رحب فيها بصاحب السمو الملكي وللعهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء والحضور الكرام وقال أن رؤية جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أدت إلى إنشاء حوار المنامة قبل عقدين من الزمان وانتقل هذا المنتدى من قوة إلى قوة وكان صاحب السمو الملكي وللعهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء القوة الدافعة ورأى أهميته المتزيدة في معالجة القضايا الإقليمية المعاصرة وبدعم قوي من العمل المتميز الذي يقوم به المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وأضف أن جوهر الجهود الدبلوماسية التي تبذلها مملكة البحرين يتمثل في الالتزام الراسخ بمبادئ الحوار والتعايش والاحترام المتبادل ومد يد الصداقة والتعاون مع الأصدقاء والشركاء ذوي التفكير المماثل وأضف أن هذا النهج الدبلوماسي للبحرين وسياستها الخارجية تتمثل في استضافة قمة جامعة الدول العربية في مايو من هذا العام وأوضح وزير الخارجية أن الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف أيضا تلعب دورا حاسما في استراتيجية مملكة البحرين الدبلوماسية نظرا للأهمية الحاسمة للنظام الدولي القائم على القواعد من أجل الازدهار على المدى الطويل حيث وقعت كل من مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في عام 2023 اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل التي تهدف إلى تعميق الأمن والازدهار في جميع أنحاء العالم على أساس الاحترام المتبادل الحقيقي بين المشاركين مشيرا إلى أن اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل مصمم ليس كترتيب ثنائي بل كبداية لإطار متعدد الأطراف يهدف إلى الجمع بين البلدان ذات المصلحة المشتركة في تحقيق الاستقرار والازدهار وفي هذا السياق أفاد وزير الخارجية أنه سيتم توجيه دعوة رسمية إلى المملكة المتحدة من مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية لتصبح الطرف الثالث في اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل وأشار وزير الخارجية إلى خطاب صاحب السمو الملكي وللعاد رئيس مجلس الوزراء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي الذي أكد فيه أن التحديات العالمية لا تستمر فحسب بل اشتدت أيضا حيث نجد أنفسنا في وقت أكثر خطورة ولا يمكن التنبؤ بسبب التحولات الرئيسية في النظام الجيوسياسي العالمي كما ألقى الدكتور باستيان جورجيتس المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية كلمة أكد فيها تأسيس منتدى حوار المنامة جاء بهدف خلق منصة للدبلوماسية الفعالة في التعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة ترجمة نانسي قنقر